أهلا بحضركم من جديد وفقر الترند الترند طبعا الحدث الأبرز على السوشيال ميديا من امبارح للنهاردة هو الاحتفال بالنجمة العشرة وتتشين النجمة العشرة على تي شيرت النادي الأهلي الاحتفال في مجمله كده الصورة حلوة، الشكل حلو، الطريقة، النظام، البروتوكول نفسه اللي كان موجود امبارح في الاحتفالية قلت مبارح وبأكد على نفس المعنى الأهلي مش بيحتفل ببطولة الأهلي بيحتفل برقم يعتبر علامة تجارية جديدة وقيمة تسوقية جديدة هتضاف إلى العامات التجارية اللي النادي الأهلي بيقدر يسوقها بشكل جيد جدا عشان يقدر يستفيد بيها ماديا ويكون دخل مادي لخزينة القلع الحمراء خلال السنوات القادمة وده دايما فكر أي إدارة محترفة عايزة تبروز إزاي أي بطولة تقدر تاخدها أو أي رقم تقدر تفوز به تقول لكم قبل كده كلمة نادي القرن دي مكتوبة في كل الخطابات الرسمية وعلى الورق الرسمي للنادي الأهلي وده علامة تجارية الأهلي استفاد بيها مش مجرد جايزة تحطت في دولاب البطولات لأن دولاب بطولات النادي الأهلي الحمد لله عامر برصيد كبير جدا من الألقاب والبطولات نفس الفكرة النجمة العشرة وتتشيني النجمة العشرة والبرج اللي مبارح الكل شافه في الصورة اللي موجودة في ملعب مختار التتش والكابتن محمود الخطيب قال الشكل ده والبرج اللي بنجوم الاهلي العشرة بتاعمل النجمي الأولى لغاية النجمة العشرة زي ما أنوا شايفين على الشاشة ده هيكون موجود داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة وهيتم إضاعته كل يوم الساعة عشر مساء هي العلامات الصغيرة أو تفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا عشان تبروز تاريخها وتعرف الأجيال اللي جاية إزاي خرج من النادي الأهلي أبطال ونجوم حققوا وسطروا إنجازات وهذه الإنجازات وهذه البطولات كانت على مدار التاريخ قيمة كبيرة جدا لصالح النادي الأهلي انبارح تشرفنا طبعا بحضور شخصيات وقيادات رياضية على أعلى مستوى بداية طبعا من دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة المهندس هنا بريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أعضاء الاتحاد المصري اللجنة السلسية نجوم النادي الأهلي السابقين وأيضا كمان أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي السابقين والمجالس السابقة الكل داخل النادي الأهلي الحمد لله بيشتغل عشان في النهاية كلنا بنشتغل تحت مسمى وعنوان الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق جميع أبنائه أي إنجاز بيتحقق هو عبارة عن تواصل أجيال فده كان شيء مهم جدا إنبالح كمان في حدثين مهمين أيضا كمان على هامش الاحتفالية تكريم الكابتن محرم الراغب المدير النادي الأهلي السابق وأحد العلامات البارزة في السباحة داخل النادي الأهلي وأيضا تكريم المهندس عدلي القيعي مدير التعاقدات والتسويق السابق ومستشار التعاقدات في فترة سابقة وأحد العلامات البارزة أيضا كمان في الإطار الإعلامي داخل النادي الأهلي منذ أن نشأت وبداية مجلة النادي الأهلي وكان صاحب الفكرة في فترة من الفترات في السنوات السابقة وجود نجوم النادي الأهلي وأبطال النجمة العشرة والتسعة وكمان العملة بعد اعتماد البنك المركزي لعملة النادي الأهلي وهداية تسكرية من الكابتن محمود الخطيب لبيتسو موسيماني والكابتن سير عبدالحفيز والكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق وصورة جماعية للعابين مع النجمة العشرة مبارح الحفلة زي ما قلتلكم فيها فقرات مهمة جدا وتفاصيل مهمة جدا مليئة بالكواليس والأخبار والمعلومات المهمة جدا ومبارح بصراحة كان فيه زخم إعلامي واهتمام كبير جدا باحتفالية الأهلي بالنجمة العشرة كابتن محمود الخطيب كمان في ختام الحفلة قال جملة مهمة جدا احنا بنحتفل بتتشين النجمة العشرة لكن ده مش هيخلينا ننسى ان كان فيه التسعة وان شاء الله بإذن الله الفترة جاية مع الشرق الرعية فيه احتفالية للبطولة العشرة وفيه احتفالية للتسعة أو حتى التسعة والعشرة مع بعض لكن طبعا البطولتين دول تحديدا جزء مهم جدا من تاريخ النادي الأهلي التسعة والعشرة الجمهور المبارح كان بيحتفل بتتشين النجمة العشرة لكن التسعة بحدش يقدر ينساها ووجود النجوم اللي كان لهم دور مهم جدا في فترة وجيزة وفترة سيارة بيتس موسماني تولى المسئولية زي اليوم نقول بالضبط السنة اللي فاتت وكان داخل على تحدي مباراة الودادي المغربي وجيف توقيت كان الكل وصفه انه توقيت طارق لكن تعيين موسماني هو اللي خلى القرى الافريقية والبطولات الافريقية فيها حد الطوارق بوجود الاهلي بابع افريقيا حق التسعة والعشرة وبإذن الله بعد الفوز بالسوبر السابق على نهضة بركان يستعد للسوبر الافريقي القادم مع الرجاء المغربي اليوم كان حلو ويوم 14 تسعة جزء من تاريخ النادي الاهلي كجزء او كاجزاء كثيرة جدا مرت على سنوات عديدة من تاريخ النادي الاهلي في فترات سابقة طيب الجزء تاني اللي عايز اتكلم فيه او قبل ما اختم الحديث عن الاحتفالي يمكن طبعا مبارح للأسف يمكن الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط ما كانش موجود في الاحتفالية ويعني ان شاء الله بإذن الله يكون الفترة القادمة سليم ومعافي يمكن تعرض كده لوعكة صحية بسيطة لكن ان شاء الله بإذن الله هو سليم وحاليا هو في البيت بعد ما دخل الرعاية كده كامي يوم لكن الحمد لله بنتملكه على كابتن محسن صالح بإذن الله الفترة الجاية نبدأ نشوفه بقى داخل النادي الاهلي وبيمارس مهام عمله ونتطمن عليه لأن كابتن محسن أحد العلامات البرزة أيضا في النادي الاهلي وحاليا هو رئيس لجنة التخطيط في النادي الاهلي طيب الجزء الثاني وهو متعلق أيضا كمان بنموذج في الإخلاص والعطاء داخل النادي الاهلي وجزء لا يتجزأ من احتفالية الأمس وهو اشتركوا في القناة